رئيس السمئين هو الأول في الطوكوس الملائكية يخدم أمامر رئيس السمئين تفتكروا كده المشاكل بسرعة تفتكروا مقوام؟ مشكلة أول المشكلة كانت التحذب إيه كمان؟ خاطي كرونسوس اللجوء للمحاكم المدنية أكل ما زبح للأوسان التناول ووضع المرأة في الكنيسة وإيه؟ المواهب الروحية والتكلم بالألسن إيه كمان؟ التناول من جسد الرب ودمه وإيه كمان؟ قيامة الإنسان أخذنا عشر مشاكل كل مشكلة كانت منهم أكبر من التانية ولكن في كل كل كلام ده كان بولوس الرسول بيدلهم توجيهات واضحة وصريحة وقد يكون إن وجود المشاكل دي إحنا كنا هنوصل منين لحلول المشاكل إلا إذا كانت حصلت فاتكتب لنا الرسائل دي يعني الرسائل دي اتكتبت عشان تحلل إيه؟ وأصبحت قواعد للإيمان عندنا يعني النهاردة ما يجي حد يسأل أي واحد فيه عن القيامة من الأموات يطلع كرونسوس اللجوء لإيه؟ خمستاشر ويبتدي يشوف القيامة من الأموات زي ما المسيح قام إحنا هنقوم والمسيح قام بجسد ممجد فإحنا هنقوم بجسد ممجد يزرع في هوان ويقام في مجد والكلام الحلو اللي إحنا سمعناه من كرونسوس اللجوء لخمستاشر بعد كده بيتكلم الناس عشان يعيشوا حياة حلوة لازم يعيشوا في المحبة وعشان كده أول حاجة تبان سمار عملها في المحبة الجامعة من أجل الكدسين ومقصود بهم الكدسين اللي هم مين؟ اللي هم الناس المحتاجين وكان هنا إحنا بندلهم لقب إخوة الرب هو كان بندلهم لقب الكدسين أو أي لقب إحنا ممكن إن إحنا نحطه ولكن الأساس المحبة اللي في القلب اللي بتحرك الإنسان إن هو يعطي مش بس من فضلاته لكن يعطي كمان من آه من آه عوازه وعشان كده بيقول أما من جهة الجامعة لأجل الكدسين فكما أوصيته كنائس غلطية هكذا أفعله وأنتم أيضا يبقى هو بيقول وصية واحدة لكل الكنائس إن حاولوا إن انتوا كل يوم حد إن عشان فيه حصل الناس اللي كانوا من أصل يهودي وبقوا مسيحيين دول حتى فلوسهم اتخذت فأصبحوا إيه؟ فقرة وكمان الفقرة بتوع أرشاليم كلهم اللي أمنوا بالمسيح أصبح ما عندهمش أي حاجة ومحدش بيقبل إن هو يشغلهم لأنه هم بيتبعوا أهل الطريق أو الطريق اللي هو بيتبعوا المسيح فبالتالي أصبحوا إن هم في احتياج شديد وعشان كده كمان كان واحد اسمه أغابوس النبي كان تنبأ عن إن فيما جاعة جامدة هتحصل بعد سعود المسيح وفعلا ده اللي حصل فكانت من جميع الجهات أرشاليم بتتعرض إلى حاجة صعبة جدا وعشان كده بيقولهم اجمعوا في كل أول أسبوع ليضع كل واحد منكم عنده خازنا ما تيسر حتى إذا جئت لا يكون جمع حنازن يعني أما أكون أنا موجود ما تقودوش لسة تجمعوا لأ ده أنتوا تكونوا مخزنين من قبلها عشان يبقى فيه بركة كتير نقدر إن إحنا إيه نبعث فأول كل أسبوع لأن يوم الأول الأسبوع اللي هو يوم إيه الحد أصبح السبت في العهد القديم اللي هو الراحة أصبح كان يشير لإيه للحد في العهد الجديد لأن الحد هو اليوم اللي قام فيه الرب وبأصبح اليوم الثامن اليوم الثامن اللي هو يعد من الإيه من الأبدية لأن من بعد ما قام المسيح إحنا عاديين دلوقتي على قوة الأبدية إحنا دلوقتي مستنين إيه المجيئس تاني ونبقى مع المسيح في السحار يبقى الأشار العهد القديم كله كان بيقدس يوم السبت لكن إحنا دلوقتي بنقدس يوم إيه الحد وهنا في وصية في الكتاب المقدس بتقول أذكر يوم الرب لإيه تقدسه يعني لازم الواحد يكون مقدسة وكمان بفيه وصية من العهد القديم يقولك لا تأتي إلا بيت الله فريغا لازم الواحد هو جاي بيت ربنا يجيب بركة مش المهم البركة قد إيه لكن المهم طالها من قلبه إيه لأن المعطي المسرور يحبه الرب لكن واحد بقى بيبقى تعبان إنه هو بيطلع حاجة لأ ومش الفقر اللي هما بيقفوا لكم على آخر الكنيسة يقولك إيدك أو مش عارف إيه مش هما دول على فكرة يعني وخلي دمركم قوي من ناحيتهم لأن بقت ظاهرة وحشة جدا في الكنيسة طي فيه ناس إحنا بروح لهم لحد بيوتهم وبيبقوا محتاجين جدا ولكن نفسهم أبيا خالص مش قادرين يقبلوا يقول ده إحنا المفروض ندي للكنيسة مش المفروض إن إحنا إيه ناخد منها لكن اللي واقفين عندنا طول اليوم في الدور أو اللي بيجوا على كل الاجتماعات أو اللي بيقفوا في آخر كل أداس تلاقيهم صدقوني بيصلوا في الثلاثة أداسات أكتر مننا مش بيصلوا طبعا يعني هما بيقفوا في آخر الكنيسة ومعارفين كم واحدة كده معارفين هتلاقوهم في القداس الأول ولو جيتوا القداس هنا هتلاقوهم وروا الروح طلعتوا واتناولتوا في الكترية هتلاقوهم يعني هما علامة مميزة هل دول هما اللي يقصد عنهم على فكرة عايزة أقول لكم حاجة عشان يبضمركم قوي من ناحيتهم في من ضمنهم اتنين بنيين بيبنوا في السقف الخامس الدور الخامس عشان تبعوا عارفين بالأمانة أنا بقول لكم الكلام ده لأن في الأول الواحد كان حاسس أنه هو طب ما من سألك أعطيه وخلاص ساعات بيعملوا كده وساعات بيكونوا مش الهدف أن هما بس الناس بقى طلعوا وهي وتبصوا تلاقي أثناء ما أنت بتصلي كمان ولسه رفع عينك ناحية السماء تخبط عليكي واحدة تفتكري بقى أن ربنا هو اللي بعتها لك فتطلعي كل اللي معاك وتدهول المهم اللي أنا بقوله مش هما دول بس اللي بيكونوا محتاجين إحنا المفروض أن إحنا نعطي ولكن برضو فيه تمييز ممكن نعطي لهم بس مش لازم العطاية الجزيلة الكبيرة يعني ولو إني أنا مش بحب المنظر ده جوا الكنيسة المنظر ده لا يليك ببيت ربنا لأن ممكن أن هما على فكرة في عندنا في الكنيسة لجنة بر ولو ممكن يطلع من لسانكم كلمة واحدة كلكم من فضلكم روحوا لجنة البر إحنا الأباء بنقولهم كده روحوا لجنة البر في أول كل أنت عارف فكرة تفتكروا الكلام ده حصل فيه مشكلة كانت حصلت في الكنيسة زمان كانوا أما بيجوا يعملوا الموايد كانوا بيعملوا إيه كانوا بيفضلوا اللي هما من العبرانيات اللي هما كانوا من أصل يهودي المسيحات من أصل يهودي ويددوا لهم أن هما يأكلوا قبل ما يدوا اللي هما من الأمم فحصلت فيه مشكلة في الكنيسة عشان كده الرسل اجتمعوا وعم اختاروا سبعة من الشمامسة يهتموا بالإيه فإحنا مختارين من الكنيسة بعض ناس منتخبين عشان هما يهتموا باحتياجاتهم لأنه ممكن إحنا مثلا عشر أباء جنب بعض بيخبطوا علينا إحنا العشرة وكل واحد ما يعرفش يأخدوا إيه من الثاني فخلوا بالكو مش الكل دول محتاجين ده بالعكس فيه ناس أكثر احتياجا جدا واللي فيكم بينزل معنا في العشوائيات هيشوفهم بيشوفهم بنفسه وأنا عشان كده بادعوكم كلكم للقدمة انزلوا بنفسكم مش كفاية أنتوا تدوا ياريت تنزلوا بنفسكم وما تشوفوا هتكونوا أكثر حبا وأكثر عطفا مننا كمان على الناس في أول كل أسبوع يضع كل واحد منكم عنده خازنا ما تيسر حتى إذا جئت لا يكونوا جمعا حينئذ وما تحضرت فالذين تستحسنونهم يعني اللي انتوا تستحسنوا أرسل برسائل يحملوا إحسانكم إلى أرشاليم يعني أم أنتوا كمان تجميعوا حاجات مش أمانة أجي هاخدها لا ده اللي انتوا كمان تفضلوا أو تسكوا فيه لحسن تفتكروا النبولوس بيجمع لإيه لنفسه لا عشان كده أنا برضو بحب الناس توصل الحاجة بإيه بنفسها فدي حتة إنجلية حلوة إن الناس ما بيكون بنتوصل الحاجة بنفسها غير بس ما بتبقى إيه بتدفعه بس وإن كان يستحق أن أذهب أنا أيضا فيذهبون معي شوفوا الكلمة وإن كان يستحق أن أذهب أنا أيضا فيذهبون معي وسأجي إليكم متى اكتست بمجدونية حتة سأجي إليكم وعد بإن هو مش عشان أنا زعلان منكم وعشان عندكم مشاكل مش أجي لكم لا ده أنا سأجي إليكم وده وعد بالزيارة واللي تمت وجاء لهم مرة تانية متى اكتستوا بمجدونية انتوا فاكرين مجدونية ساعة أما دخلها أما رأى في حلم كده رجل مجدوني بيقول له أعبر إلينا وأعنا ورح مجدونية وده المرة التانية اللي رح فيها مجدونية وفعلا بولس الرسول رح لهم في كورنسس وقعد عندهم فترة ثلاث شهور في الشتاء اللي بعدها وربما هاي جات في الرقاية اللي أورا وربما أمكس عندكم أو أشتي أيضا لكي تشيعوني إلى حيث أذهب ربما أمكس عنكم يعني مش بس هاجي أعدي عليكم لا ده أنا هعمل ايه هقعد وأشتي زي أصيف أشتي يعني ايه هقعد الشتاء كله عندكم لأن كان السفر انتو عارفين أغلبه بالبحر وكان البحر بيبقى في الشتاء صعب جدا فبيبقى فيه خطورة أنه هو يسافر من مكان لمكان وانتو عارفين بولس يعني اتكسرت بيه السفن كم مرة وهو في العمق فبيقول لهم لأ من الخبرة بتاعته قال لهم لأ أنا هعض أشتي عندكم وإيه وبعدين تشيعوني إلى حيث أذهب يعني المكان اللي أنا بعد كده هروحه بعدكم لأني لست أريد الآن أن أراكم في العبور يعني أنا دلوقتي هعدي بس عليكم لكن لو جيت المرة اللي جاي هعمل ايه هععد عندكم لأني أرجو أن أمكس عندكم زمانا إن أزن الرب يعني عشان يبين لهم أنه هو مش زعلان منهم بسبب المشاكل اللي عندهم ولكن عايز ييجي مش بس ييجي وييجي كمان وإيه ويعود معاهم مش بس يعدي عليهم ولكني أمكس في أفاسوس إلى يوم الخمسين هو النهاردة كاتب الرسالة 2000 من أفاسوس وهيفضل قاعد في أفاسوس ليوم الخمسين هو كان بيحتفلوا ساعتها بيوم الخمسين من أول الكنيسة هو وهم بيحتفلوا بإيه بيوم الخمسين اليوم الخمسين ده اللي حصل في إيه أرسل الروح الكدس على التلاميذ في اليوم الخمسين ومن ساعتها يحتفل بهذا العيد يوم الخمسين بقى عيد الفسح اليهودي بقى عيد الفسح عندنا اللي هو قيامة المسيح وعيد الخمسين أصبح عيد حلول الروح الكدس لأنه قد انفتح ليه باب عظيم فعال ويوجد معاندون كثيرون هو بيكلم إحنا بنتكلم إنه هو قاعد في أي بلد اسمها إيه أفاسوس بيقول اتفتح ليه باب عظيم للكلام هو فعلا كان ابتدت الناس تؤمن به ومن كتر ما أمنوا به ابتدوا ما يشتروش الأوسان فالناس اللي كانت بتصنع الأوسان وتبحها حصلت عندهم مشكلة تجارية كبيرة إيه الناس ما بقيتش تقبل على الأوسان لأنه بقى يعبدوا الله الحي فجاء واحد اسمه ديمتريوس سائغ اللي كان بيصنع الأواني أو بيصنع اللي هي الآليهة بتاعتهم فكان ده ابتدى يهيج جمع الناس اللي كانوا بيصنعوا معانا لتصنع كلهم والتجار وقال لهم ده بولس ده هو اللي عمل خل الناس أمالهم وخلهم إيه أفسادهم عن طريق الإيمان بتاعنا اللي هو وابتدى هيضيع الهيبة بتاعت أرطميس فوقفوا وقعدوا لو تفتكروا يصرخوا لمدة ساعتين عظيمة هي أرطميس التي لأهل إيه أفسس وعشان كده كل ما بيكون فيه باب عظيم للكلام يوجد معاندون إيه كسرون دايما ربنا يفتح ساعت باب للكلام مع الناس ولكن تبص تلاقي في بعض الناس اللي هم إيه بيعنده مرة تانية دخل بولس الرسول وابتدى يتكلم في أريوس باغوس اللي هي المنطقة اللي كان بيحاجج فيها الفلسفة والحكماء اللي كانوا بيعودوا مكان كده يعودوا يجتمعوا فيه ويتكلموا وبعدين قعد يكلمهم عن القيامة ففي ناس استهزأت بالموضوع وقامت وفي ناس قالوا له هنسمع منك مرة تانية عن إيه ما هو القيامة يبقى ممكن في أيام تبصوا تلاقيوا فعلا ربنا يفتح باب للكلام ودايما أنا بقول لكم صلوا لكل الخدام لكل الأباء الكهنة ولكل الأساقفة أن ربنا يفتح لهم باب للكلام أقول لكم يعني إيه باب للكلام داخل مريمورقس لأرض مصر ما يعرفش فيها حد وكلها آلهة وسانية وكلها ناس عايشة في الخطيئة وكانت مدينة صعبة خالص وبعدين داخل في أرض مصر وبيقول له رب يفتح باب للايه للكلام يتقطع سرح زاقه فما يتقطع سرح زاقه يروح لواحد إسكافي اسمه إيه أنيانس وبعدين هو بيصلح يغرس في سبوعه المقراز يمعوره يصرخ ويقول أيها الإله الواحد الإله الواحد فيبتدي ياخد الكلمة دي بس وده بقى باب الكلام اتفتح باب للكلام وابتدأ يتكلم معه قال له أنت بتصرخ وتقولي الإله الواحد أنت تعرف مين هو الإله الواحد وابتدأ يتكلم معاه ويشرح له الإيمان من هذا الباب فيؤمن إن يانس وأهل بيته ويصبح تاني بطرق بعد مين ماري ماركوس الرسول طب هل كل إسكندرية أمنته بس لا قام مع معاندون كثيرون وعملوا إيه في ماري ماركوس نفسه جروا لحد ما استشهد في الإسكندرية يبقى هنا ممكن أن ربنا يفتح باب للكلام وعشان كده ساعات فيه ناس تبصوا تلاقوا إن مكانش عقلها مقفل بسبب إن هم حاسين إن هم أكثر حكمة من كلمة ربنا ممكن يكون قلبها مليان شهوات أو ممكن تكون نفسها متعجرفة أو ممكن يكون مشاعره صلبة فتبص تلاقي إن مفيش باب للناس إن الواحد يتكلم معاه فإحنا دايما بنقول له يا رب افتح باب للايه للكلام وسعات تبص تلاقي ممكن الواحد مجرد يفتح بعض آيات من الكتاب المقدس تبحس إن أهل البيت كانوا إيه بيتكلموا لسه في الموضوع ده دلوقتي يبقى مين اللي فتح باب للكلام ربنا وعشان كده إحنا دايما بنصلي بنقول له يا رب افتح لنا باب عظيم وفعال حتى وإن وجده معاندون إيه كسيرون ثم إن أتى تيموساوس فانظروا أن يكون عندكم بلا خوف إحنا قلنا إن الكنيسة دي كان فيها إيه مشاكل وكانت فيها ناس متعجرفة عندها مواهب وناس بتتعظم على بعض وعشان كده تيموساوس كان صغير في السن فقال أنا هبعته ده ابني بقى فهبعته ثم إن أتى إلى تيموساوس فانظروا أن يكون عندكم بلا خوف يعني بلاش تتعامله معاه بشدة تخيف تيموساوس لأنه بصوا الشهادة الحلوة من بورس الرسول لأنه يعمل عمل الرب كما أنا أيضا أي إنسان روحي يفرح أما يلاقي سواء تلميز لي أو أخ لي بيشتغل حلو ويقول إنه هو بيعمل عمل الرب كما أنا أيضا فيه واحد يفرح إنه هو بيعمل الحاجة ولو جي حد تاني يبتدى يعمل حاجة تبان أو تاخد شكل يبتدي يمتقد فيه ويبتدي يزمن فيه قدام الناس عشان عايز كل المجد لنفسه ده يوجد من يطلب مجد نفسه وده مش من ربنا ولكن يوجد من يطلب مجد الله وعشان كده بولوس الرسول لما يلاقي واحد زي تيموساوس شغال وحلو وبيخدم ربنا حلو يوجد يقول له لأنه يعمل عمل الرب كما أنا أيضا فلا يحتقروا أحد بل شيعوه بسلام شيعوه يعني وصلوه بسلامة ليأتي إلي لأني أنتظروا مع الإخوة ليه بقى بيقول لهم لأني أنتظروا هو هيبعد تيموساوس عشان يسمع منه أما سمعوا الرسالة وقروا الرسالة عملوا إيه أنا بعدته عشان يشوف الأخبار بتاعتكم ويشوف إيه إيه اللي دار في الكنيسة وإيه اللي تصلح فيها أما من جهة أبولوس فاكرين أبولوس ده جات صرته في أول رسالة خالص أما جي بولوس بيقول لهم أنتو بتعملوا ناس لبولوس وناس لأبولوس أدي ده أبولوس برضو مرة تانية يقول له أما من جهة أبولوس الأخ فطلبت إليه كثيرا أن يأتي إليكم مع الإخوة ولم تكن له إرادة لبتا إحنا قلنا أن كان حصل أول مشكلة كانت في الكنيسة إيه الحزبية طب أما واحد يكون ليه حزب بيهتم بيه وموجود فيه كورنسوس ودلوقتي بولوس الرسول اللي بيقول له روح المفروض أنه هو يقول إيه أروح على طول طب وبولوس المفروض يقول له إيه ما تروحش خالص لكن بصوا كنيسة هنا عندنا تعمل إيه بقى بولوس هو اللي بيلح عليه روح وهو اللي بيقول له لأ لم تكن ليا إرادة لبتا ليه أصلا هما الاتنين مش عايزين مجد أنفسهم هما الاتنين عايزين مجد مين ربنا وعشان كده بولوس فضل أنه هو يبعت أبولوس ويختفي هو وبعدين في الآخر فاكرين قال لهم كده مين هو بولوس ومين هو أبولوس خادمان أمنتم بواسطتهم بولوس غرس وأبولوس سقى ولكن مين الله الذي ينام ولم تكن له إرادة لبتا أن يأسي الآن ليه بسبب إيه التحذب ولكنه سيأتي متى توفق الوقت يعني أما تتعيد للمشكلة اللي عندكم دي لاحسن تفتكروا لنفسكم حزب اسمه بتاع أبولوس ولا حزب بتاع بولوس لأ إحنا كلنا بنخدم ربنا طيب وصيد بولوس الرسول ليهم في الآخر إيه يقول إصهروا إثبتوا في الإيمان كونوا رجالا تقو أربع كلمات كلها أهم من بعض إصهروا إثبتوا في الإيمان كونوا رجالا تقو لأن هم لو سهروا عشان خلص نفسهم هل تفتكروا إن كانت ممكن حاجة زي الخاطي بتاع كورنسوس دي تحصل؟ لا ما كانش ممكن ليه؟ لأن في وصية للسهر جات لنا من المسيح نفسه أما لنا كده إصهروا كل حين إصهروا ووصلوا أما جاء للتلاميذ قال لهم إصهروا ووصلوا لألا تدخلوا في تجربة طب أما ما سهروا ووصلوا إيه اللي حصلوا؟ كلهم أنقروا في هذه الليلة وحتى ماري مرقس أما ميسكو سيابو مش عريان ليه؟ لأن لو كانوا سهروا ووصلوا دلول المسيح طلب عشان بوترس وقال له طلبتوا لأجلك لكي لا يفنى إيمانك كان ممكن بوترس كمان هو إيه؟ هلك ولكن هنا بيقول لنا إصهروا ووصلوا لكي لا تدخلوا يبقى السهر مش المقصود بيهي السهر وخلاص يعني واحد يقول لما أنا بمنامش قبل أربعة الصبح بفضل قعد قدام التلفزيون لا إحنا السهر وعشان كده الكنيسة عملالنا سبعة واربعة اللي يقف فيها الإنسان يصلي بهدوء وخشوع وتقوى التهليل والبتاع ده حلوة وكل حاجة بس إحنا بنحب بهدوء وخشوع وإيه؟ وتقوى إثباته في الإيمان حتة السبات في الإيمان دي معناها إيه؟ يعني إيه يثبت في الإيمان؟ يعني ما كانش كل حاجة عمالة إيه؟ فاكرين الحتة اللي بيقول لهم كده محمولين بكل ريح تعليم يعني شوية تيجي موضة يقول لك ده أنت خلصت يا أخ يقول آه أنا خلصت ومش مهم ييجي مع تعليم تاني يقول لك ده إحنا خلاص إحنا في الملك الألف يقول له آه ماله لا إثبت في الإيه؟ الإيمان ييجي حد يقول لك لا ده المسيح ما تصلبش لا تصلب إحنا بنؤمن إنه ولد وإه؟ ها؟ طب إحنا بنقوله في قانون الإيمان ها؟ أتى من أجل خلاصنا ها؟ تجسد وتأنس لأ نقولها مع بعض تجسد وتأنس وفي اليوم الثالث إيه؟ قام يبقى إحنا لازم الإيمان بتاعنا ده يكون واضح قد نمعينينا ييجي حد يقول لك لا شب هلام لا يقول لك ولا شب هلام ولا شبش لا إحنا نؤمن إنه المسيح ظهر في الجسد طب ليه بنقول على عهد باللغة سلبونتي؟ لأن ده حدث زمني كان فيه حاكم في الأمبراطور الروماني اسمه بيلات سلبونتي في الوقت ده وهو اللي حاكم على مين؟ المسيح يعني الموضوع موسق زمنيا كمان إمتى الزمان اللي تقال فيه؟ إثباتوا في الإيمان كونوا رجالا طب هي الوصية دي تنفع لجزء بس من الشعب؟ لا تنفع لكل ده فيه أقول لكم حاجة واحدة زي القديسة يستينة دي حد يقدرش يقولها دي كانت بمئة راجل صح أو الغلط؟ يجي يحاول يلطيفها يحاول يكلمها يحاول بتاعة ما فيش واحدة زي القديسة بربارة واحدة اللي يجي أبوها ويقول لها ويلاقيها عاملة ثلاث شبابيك في قدام الحمام بتاعها وتقول له اعبد الإله الحي دي كانت إيه؟ كونوا رجالا واحدة ثبتة على الإيمان وكانت إيه؟ يبقى المقصود بالرجولة هنا إيه؟ مش المقصود بالرجولة الشنبود دان المقصود بالرجولة إيه؟ الكوة وكمان السبات وكمان الإيه؟ يبقى الرجولة هنا معناها إن الإنسان يكون مش بس مش متزعزة ما يكونش بيقول كده اللي أريد أن تكونوا أولادا في الإيمان ليه أولاد؟ يعني ما يبقىش كلمة بتوديك وكلمة بتجيبك لا كون رجلا وبعضين بيقول لهم إيه؟ كونوا رجالا تقوه إيه؟ الحاجة اللي ممكن إن هي فعلا تقوينة النعمة بتاعة ربنا نعمة ربنا تسندنا يبقى أنا أما بكون مستند على نعمة ربنا بكون إيه؟ قوي تكفيك لأن قواتي في الضعر يبقى أنا هتقوى هتقوى بإيه؟ بالنعمة يبقى إحنا هنقول لهم بقى كده إسهروا إثباتوا في الإيمان كونوا رجالا تقوه كونوا رجالا تقوه وفي عمل الرب كل حين إسهروا إثباتوا في الإيمان كونوا رجالا تقوه الكلام ده كله فعل إيه؟ يعني هل في حد مننا مش مطلوب إن هو يكون رجلا؟ أو مش مطلوب إن هو يثبت على الإيمان؟ أو مش المفروض إن هو يتقوى؟ أو مش المفروض إن هو يزهر؟ لا، الكل مطلوب بكده طب إيه الضمان اللي يخليني بعد كده وثق إن أنا ليا مكان في الحياة الأبدية؟ يقول لك كده لتصر كل أموركم فين؟ في المحابة عايز تعرف إن أنت ماشي في طريق السماء شوف ابتدى قلبك يحب عدد أكبر من الناس ولا ليك عدقات أكتر مع الناس ابتدى قلبك يحب كل حد وحتى لو حد دايقك شوية ابتدت التمثل للعذر اعرف إن قلبك ابتدى إيه؟ يوسع وابتدى حضنك يكبر فهتقدر تخش السماء وأنت فرحان ابتدت كل شوية فيه بلاك لست كده وعملت زود فلان السناء دي معايتش في العيد الكبير فأنا دلوقتي جاي عيد الملاد فأنا إيه؟ مش عايد ماشي لتصر كل أموركم فين؟ في المحابة واحد مش عارف فلان دايقني في الحاجة الفلانية فأنا مش هقدر إن أنا أعيد عليه أو مش هقدر أتعامل معاه تاني أو معلش ما إحنا نكون إخوات بس الاختصار عبادة حلوة بس لتصر كل أموركم فين؟ في المحابة أوزن كل حاجة بتعملها بميزان المحابة لو كانت المحابة هي اللي تكمل يبقى إيه؟ أنت ماشي في طريق السماء لكن لو لقيت إن الأمور بتاعتك مش ماشية في المحابة فخلي بالك لحسن فيه خطورة إن أنت ما توصلش فين؟ أنت فاكرين الكورنسوس الأولى يقولوا إحنا تبع فلان أو إحنا تبع فلان لو كان في عندهم محابة كان واحد شاف إن أخوه بيعصر من أكل اللحمة وهو ميزبوح على الواسن وهقعد أكل مش هيفر معي؟ ده أنتوا فاكرين بقولوا إحنا الرسول قال إيه؟ إن كان أكلي لحم يا أعصر أخي لن أذكر لتصر كل أموكركم في المحاب لو كانت الحاجة اللي أنا بعملها هتعصر أخويا لازم أكون عندي محبة وإيه؟ ما عملهاش أطلب إليكم أيها الإخوة أنتم تعرفون بيت استفناص إنهم بكورة أخائية بكورة إحنا قلنا بكورة يعني إيه؟ البداية أول ناس وقد رتبوا أنفسهم لخدمة الكدسين يبدو أن بيت استفناص ده أول ناس كرسوا نفسهم لخدمة ربنا لخدمة الكدسين كي تخضعوا أنتم أيضا لمثل هؤلاء وكل من يعمل معهم ويتعب يعني أما كل ناس بتهتم وبترتب لخدمة إخوة الرب أنتم كمان اشتركوا معاهم كلمة إخدعوا يبقى فيها حب وفيها تواضع فيها إيه؟ حب وتواضع عشان هم بيرتبوا كل حاجة لأنهم وهبوا نفسهم لخدمة الكدسين اللي هي العطاية الفقراء المادية ثم أني أفرح بمجيء استفناص وفرتوناتوس وأخاكيكوس لأن نقصانكم هؤلاء قد جبروه يعني دول تعبوا وكملوا الحاجات اللي نقست منكم أما ما قدرتوش تقدموها هم عملوه إذ أراحوا روحي وروحكم فأعرفوا مثل هؤلاء يبدو أن التلاتة دول كمان هم اللي راحوا وقالوا لبولوس الرسول وابتدوا يستشيروا في المشاكل اللي حصلت في كنيسة كورنسوس عشان كده هو أما عارف المشاكل عارف يديلها إيه؟ حلول وعشان أما عارف يديلها حلول يبقى أراحوا روحي وإيه؟ وروحكم أنا عرفت التفاصيل وإنتوا عرفتوا الحلول فيبقى أراحوا روحي وإيه؟ وروحكم تسلم عليكم كنائس آسيا ويسلم عليكم في الرب كثيرا أكلة وبرسكلة فاكرين أكلة وبرسكلة؟ دول راجل وزوجته برضو كانوا عاملين كنيسة في بيتهم يسلم عليكم الإخوة أجمعون سلموا بعضكم على بعض بكبلة المقدسة وعشان كده إحنا واخدنا لحد النهاردة في القداس قبلوا في واحد بقى إيه؟ ييجي يقول أصلا أنا مش هقف جنبي فلان عشان ما تجيش قبلوا بعضكم بعضا بكبلة المقدسة هو جنبي فإيه؟ مش هقدر أو أسلم على الشمال ومش هسلم على اليمين يبقى إيه؟ أو واحدة تقول جارتي دي ما بقدرش أتعامل معها فأنا أما بشوفها في أول الكنيسة بقف في آخر الكنيسة خالص عشان أسلموا على بعضكم بعض دي مش هقدر أسلم عليه طيب لتأسر كل أموركم فين؟ في المحب تسلم عليكم كنائس آسيا يسلم عليكم في الرب كسينا شوفوا السلام قد إيه؟ لأن السلام ده حاجة من الحاجات سلموا بعضكم على بعض بكبلة مقدسة وكلمة بقى دايما كان يكتبها بولوس الرسول لأن كان دايما بيملي الرسائل لأن كان عينيه مصابة فبيقول السلام بيدي أنا بولوس يكتب كده السلام بإيده هو عشان يعرفوا أن الرسالة دي إيه؟ مبعوثة منه إن كان أحد لا يحب الرب يسوع فليكن أناثمة مران آسا إحنا قلنا أناثمة معناها إيه؟ ملعون أو مرفوض ليه؟ لأن لو واحد مش بيحب ربنا يسوع المسيح طب هو يبقى هو ما استني خلاص إيه؟ هل في خلاص غيرها من طريق ربنا يسوع المسيح؟ لو واحد مش بيحب ربنا يسوع المسيح هيكون مرفوض من السمت لأن هل في حد غير مؤمن بالمسيح هيكون ليه مكان في السمت؟ لا خالص لأن ما فيش مجال لأن إحنا ندخل السمت إلا عن طريق دم يسوع المسيح اللي بيخلصنا من كل إيه؟ خطية اللي مات عشان خطيانا وأقيم لأجل تبررنا طب اللي ما إش مؤمن بالمسيح هيبقى تمكسونا في إيه؟ في خطياتك تفضل خطياتهم بقية عليهم مران آسا دي كلمة كانت مستخدمة على طول الرب قريب أو الرب قاتي الرب قريب أو الرب قاتي وكانوا دايما يحيوا بعضهم بيه يعني إيه؟ في مشاكل في التهدات يقولوا الرب قريب مران آسا أو الرب قاتي خلاص يعني هانت هانت ماشيين خلاص فيبقى معناها إيه؟ فيها تشجيع وفيها دايما إن الناس بتفرح بعضها إن الرب إيه؟ قريب نعمة الرب يسوع المسيح معكم أنت عارفين إن أكتر واحد تتكلم عن نعمة ربنا يسوع المسيح اللي هو مين؟ بولوس الرسول فاكرين النعمة هي إيه؟ هي عطية الله المجانية للقلاص عطية مجانية بس لا تتوازن مع التعب أو العمل لأن لو الواحد بيتعب وبياخد قد تعبه يبدأ يسمى إيه؟ أجر لكن اللي بيتعب وياخد أضعاف أضعاف مضعفة ولا توازي التعب اللي هو بيتعبه يبدأ يسمى إيه؟ نعمة محبتي مع جميعكم حتكت محبتي مع جميعكم دي لحسن يفتكروا الناس اللي هم بيتبعوا أبولوس إن أبولوس بقى إيه؟ ما بيحبهمش أو قالوا إن إحنا للصفة أو قالوا إن إحنا للمسيح يبقى هم دول أعداء بولوس لا يقول محبتي مع إيه؟ مع جميعكم في المسيح يسوع لأنه هو بيمجد في الآخر مين؟ المسيح وعشان كده كل واحد بيدعو معاه بإسم المسيح هو بيحبه وكل إنسان مؤمن بيسوع المسيح هو بيحبه طب وإذا كان ناس اضيقت منه أو بعدت عنه هو كمان بيقولهم لسه محبتي مع إيه؟ مع جميعكم من الرسائل الحلوة جدا اللي ياريت خلال الفترة الجاية كده إروها بتماعهم فيه مسابقة تعملت اللي يحب إن هو ياخدها ويحلها حاولوا إن أنتوا على قد ما تقدروا فكروا في المعاني الحلوة اللي احنا خدناها عالجة عشر مشاكل مهمة جدا ياريت تحفظوا إصحاح المحبة كورنسوس الأولى 13 من أروع الكلمات اللي اتقلت عن المحبة إحنا إن شاء الله الفترة اللي جاية هنسيبكم التلاتة اللي جاية عشان تنضيف العيد وانسيبكم